سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة نستكمل رحلة الاستعداد للكوارث القادمة اليوم أيها الأحبة أنا أسميه عصر الاكتئاب عصر القلق عصر الخوف الشيطان هو من يخوفنا من المستقبل يخوفنا من الأحداث التي ستحدث وقد لا تحدث وقد لا نعيش حتى نراها تحدث إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إذا كنت مؤمن أخي الحبيب يجب أن لا تخاف من أحد إلا من الله عز وجل المؤمن يخشى الله والله أحق أن تخشاه المؤمن يبلغ رسالات الله ولا يخشى أحدا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا يعني الله عز وجل تعهد لك أيها المؤمن أنه سيحميك وسيحفظك ولن تموت إلا في اللحظة التي قدرها الله لك لكل أجل كتاب وبالتالي لماذا القلق أخي الحبيب لماذا تقلق بلغ هذه الدعوة اعمل لما بعد الموت وسوف ترتاح كثيرا لم تهمك لا كوارث ولا غيرها الآن أيها الأحبة معظمنا يحمل هموم المستقبل وهو وهم يعني يحمل هم الغلاء البلاء المرض الحروب عدم الأمان هموم كثيرة كل هذه الهموم الشيطان هو من يحشو دماغك فيها لماذا؟ لأنه يريد أن يخوفك فتنسى الله عز وجل وتنسى لقاء الله حتى إذا جاءك الموت يتخلى عنك الشيطان الشيطان يضلل الإنسان ويخوفه ويجعله يعيش حياة عيسى حياة بائسة ثم يتخلى عنه ويقول إني أخاف الله رب العالمين لذلك أيها الأحبة قلنا في لقاء سابق هناك إجراءات ينبغي على المؤمن أن يتخذها وهي موجودة في القرآن العظيم التوكل على الله والعمل الصالح والاستعداد لما بعد الموت والصبر اليوم نستكمل ولكن قبل ذلك ما الذي يجعلني متأكدا أن علامات الساعة الصغرى تقريبا ظهرت في معظمها وأن الساعة قريبة طبعا نحن لا نستطيع أن نحدد متى الساعة ولكن الذي يعني يجب أن ننتبه له أن نستعد لهذا الأمر قد يحدث غدا وقد يحدث بعد مئة سنة وقد يحدث بعد ألف سنة الله أعلم نحن لا نستطيع أن نتنبأ بموعد قيام الساعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم والملائكة لا يعلمون علم الساعة الله تعالى هو الذي يعلمه لذلك يعني عندما نرى حديثا لحبيبنا عليه الصلاة والسلام يحدثنا وكأنه يعيش بيننا الآن أنت أخي الحبيب عندما تسمع قال صلى الله عليه وسلم يجب أن تستحضر عظمة هذا النبي وتتخيل أن هذا النبي بيننا ويقول لنا إذا وسد الأمر إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة ما معنى ذلك أيها الأحبة نحن الآن نرى ليس في بلاد معينة في العالم كله الأمر يوسد لغير أهله هذا الأمر يعني نراه بأعيننا الآن انظروا حتى في الدول الغربية المتقدمة يبيحون زواج المثليين ينشرون الخمور الزنا يخوفون الناس هناك من فيروس كورونا ومن غيره ومن هذه المسائل مع الهلم أن المؤمن مستيقن أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له وهذه هي الخطوة الخامسة التي يجب أن نعتقد بها كمنهج في حياتنا يعني أنا أتمنى من كل أخ لديه مخاوف لديه انغماس بالدنيا لديه اكتئاب لديه قلق لديه هموم أن يكتب هذه الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذن اكتب هذه الآية على ورقة ضعها أمامك ضعها على جدار ضعها على مكتبك في أي مكان أمامك لكي تبقى في حالة نظر دائم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا خسرت مال تعلم أن هذا قدره الله عليك أذاك إنسان تعلم أن الله قدره عليك تلقيت أذن من زوجتك من ابنك من أبيك من جارك من زميلك في العمل أو في الدراسة فشلت في مجال معين اعلم أن الله قدر عليك ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مع العالم أنك أيها الإنسان أنت من وضعت نفسك في هذا المأزق أنت من سببت الفشل لنفسك ولكن بإرادة الله وليس خارج إرادة الله وأن هذا الأمر مكتوب عليك بما أن هذا الأمر اقتنعت أنا أن الله كتبه علي أرتاح نفسيا إنسان خرج وأصابه حادث سيارة مثلا وأدى ذلك إلى أضرار معينة سواء مادية أو جسدية إذا كان لديه ثقافة التوكل على الله والاعتقاد أن ما أصابه هو مكتوب له من قبل أن يخلق تجده مرتاح نفسيا يعالج الأمر بهدوء يعالج الأضرار بهدوء يقول الله سيعوضني خيرا مما أصابني الله سيشفيني وأنا واثق أنه لن يصيبني إلا ما كتبه الله لي فأنا الآن سأتوكل على الله عز وجل على أمل أن يعوضني الله خيرا هذا ما يجب أن يدور في ذهنك كلما أصابك شر وإذا أصابك خير يجب أن تعلم أن الله قد كتب هذا الخير لك فتحمد الله عز وجل وتقول هذا الخير الذي أصابني هو من عند الله وليس من عند نفسي انظروا إلى قارون أيها الأحبة لماذا أهلكه الله الرجل جمع علما وجمع مالا كان لديه علم استخراج الكنوز كان لديه معلومات لم يحصل عليها قومه الله اختصه بهذا العالم فعندما استخرج هذه الكنوز وأصبح يملك المليارات بلغة اليوم يعني لو أردنا أن نعبر ماذا قال قال إنما أوتيته على علم عندي أنا يعني أنا على علم عندي لم يقل هذا من فضل الله وانظروا بالمقابل إلى سيدنا سليمان عليه السلام سخر الله له الجن طبعا قارون كان لديه فقط الكنوز فقط سيدنا سليمان كان لديه الكنوز والمال وجيوش يضرب بها في مناطق بعيدة جدا كان الناس بمجرد أن يسمع باسم الملك سليمان يأتي مباشرة مثل ملكة الإمرأة التي تملكهم في سبأ بمجرد أن أرسل لها هدهد انظروا إلى القوة أيها الأحبة قوة التوكل على الله لأنه كان متوكلا على الله كان ينسب الفضل لله كان يقول هذا من فضل ربي ليس بفضلي أنا وهذا ما يجب أن نجعله منهجا وثقافة لنا نحن اليوم أيها الأحبة أي شيء خير يأتيك قل هذا من فضل الله هذا من فضل ربي هذا من عند الله ليس من عند ليس بفضلي أنا تبرأ من حولك وقوتك وقل لا حول ولا قوة إلا بالله كان مسيطرا على مناطق شاسعة من العالم كان أقوى رجل في العالم بلغة اليوم إذا أردنا أن نعبر أقوى رجل هو سيدنا سليمان عليه السلام آتاه الله الملك سخر له الجن الجن والشياطين يعملون ولا يستطيع أحد أن يخالف أمره تصوروا سخر له الريح ألان له الحديد كانت صناعة الحديد متطورة جدا تكنولوجيا الحديد كانت متطورة لدي سخر له الجبال سخر له الطير علم منطق الطير ومنطق النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك تبرأ من حوله وقوته واعتبر أن هذه نعمة من الله وليس مع العلم أنه اجتهد وتعلم وبذل جهدا لم يأتي من فراغ هذا العلم ولكن نسب هذا العلم لله عز وجل أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين كان ينظر للآخرة سبحان الله كل هذا الملك وكانت نظرته كيف أن الله سيدخله في عباده الصالحين يوم القيامة تصوروا أيها الأحب نحن الآن أحدنا إذا امتلك شيء بسيط من الدنيا من متاع الدنيا تجده ينسى ويتكبر سبحان الله فهذا الملك سليمان عندما رأى عرش بالقيس أمامه ملكة سبأ بالقيس فلما رأاه مستقرا عنده خلال طرفة عين الذي عنده علم من الكتاب وكان في مجلسه جاءه بعرش بالقيس عرش عظيم يعني الهدهد استعظم ذلك العرش قال ولها عرش عظيم فعندما رأاه مستقرا عنده هذا الألم الذي كان لدى سيدنا سليمان العلماء اليوم بكل تكنولوجيا وكل الأبحاث لا يملكون ذرة منه اليوم العلماء عاجزون عن نقل أي شيء بسيط كهذا مسافة متر بلمح البصر فكيف نقل عرش بالقيس آلاف الكيلومترات رأاه مستقرا طيب ما هو رد فعله في هذه اللحظة قال هذا من فضل ربي ليبلوني انظروا البلاء أيها الأحبة ثقافة البلاء نحن هنا الدنيا هي دار بلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم اعتبر هذا اختبار والبلاء هو الاختبار والاختبار كيف يكون يكون اما بالمرض او الفقر او قلة المال او الاذى او الظلم او غير ذلك او ان تتعرض لكثرة المال وهذا البلاء اعظم لان كثرة المال لديك وكثرة العلم انظروا الى الغرب عندما اصبح لديه مستوى عال من العلم ومن المال والاقتصاد انظروا الى الطغيان والزنا والالحاد واذاء الناس واستعباد الناس ونهب ثروات الناس فشلوا في الاختبار لذلك سيدنا سليمان عندما امتلك كل هذه المعرفة وامتلك كل هذا العلم وكل هذا المال تواضع لله عز وجل وقال عندما رأى العرش عنده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسي ومن يشكر فانما يشكر لنفسي ومن كفر فان ربي غني كريم الله غني عن العباد انظروا الى هذه الثقافة التي كان يتمتع بها سيدنا سليمان فنحن اليوم ايها الاحبة نرى ان سيدنا سليمان كافأه الله بملك اعلى واعتبره من الصالحين او جعله من الصالحين وهو نبي كريم من المقربين قارون قارنوا هذا المثال قارون عندما لم يقل هذا من فضل ربي ويتواضع قال انما اوتيته على علم عندي يعني استكبر تفاخر افتخر بنفسه بعلمه انغر بعلمه فيأتيه الجواب من الله عز وجل اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من هو اشد منه قوة واكثر جمعة جمعة للعلم يعني فخسفنا به وبداره الارض سبحان الله انظروا كم الفرق وهو الان يخسف به في نار جهنم الى يوم القيامة ويوم القيامة سيحشر مع فرعون وهامان ومع قوم عاد وثمود وسيكون مخلدا في نار جهنم يعني في الدنيا فشل وخسف به وفي الاخرة في النار اذا اخي الحبيب نحن الان عندما نرى علامات الساعة ونرى كمية الخوف التي يعاني منها البعض بل كثير منا يعاني من الخوف خوف من الكوارث خوف من الاوبئة كل يوم فيروس جديد لا تدري يعني لم نعد نحفظ اسماء هذه الفيروسات التي تضرب العالم كل يوم وباء جديد كل يوم مشكلة جديدة حروب تلوح بالأفق غلاء على الأبواب اذا كل هذا الخوف انا اقول لكم بنص القرآن الكريم من الشيطان الله يطمئنني ويطمئنك ويقول ولا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذن الإيمان بالله هو أحد التقنيات التي أنصح أنا بها لمواجهة الخوف والقلق أن تجدد إيمانك بالله أن تقول آمنت بالله أن تشعر بلذة الإيمان كيف نشعر بلذة الإيمان أيها الأحبة من خلال تدبر القرآن وتدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم بالفعل الآن عصر الجاهل على الرغم من كثرة العلوم إلا أن العلوم الصحيحة يعني انظروا الغرب يروج لنظرية التطور الغير صحيحة يروج لأفكار معظمها غير صحيح أحلوا الربا الزنا أحل كثير من الأشياء يعني نجد أن من يتصدر يعني الجهلاء سبحان الله أين العلماء قلائل جدا هذا مصداق قولي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويظهر الجهل بدأ يظهر وينتشر ويفشو الزنا انظروا الزنا كم انتشر وتشرب الخمر الخمور تشرب في معظم دول العالم الحمد لله نحن في العالم الإسلامي الله عافانا من ذلك ولكن يعني البعض أصابهم هذا الشر المهم أيها الأحبة أنا عندما أقرأ هذا الحديث وأراه بعيني أعلم أن الساعة أصبحت قريبة جدا لذلك يجب أن نستعد أيها الأحبة لهذه الساعة يجب أن نستعد لعلامات للساعة لذلك يعني بعض الناس يتمنى الموت سبحان الله وهذا لا يجوز النبي نهانى عن تمنى الموت لماذا نحن نخاف يعني لا أريد أن نقول نكره الموت أنا أكره الموت ولكن إذا جاء الموت أنا أعلم أن هذا الموت بعده لقاء الله سبحانه وتعالى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت انظروا كيف أن النبي الذي يتهمونه يعني بعض الملحدين والمشككين أنه كان يسعى للسلطة والمال والنساء وغير ذلك انظروا كيف كانت ثقافته كانت باتجاه الآخرة وليست باتجاه الدنيا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني إذن أخي الحبيب الأسلوب الذي أنصح به كعلاج لهموم ومشاكل العصر والخوف من الكوارث العمل لما بعد الموت أن تعمل لما بعد الموت هذا الأمر سيريحك كثيرا لماذا يكفي أن تتخيل أنك ستمكث في عالم البرزخ بعد الموت ربما ملايين السنين لأنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة يعني هناك نفخة أولى ونفخة ثانية وبينهما أربعون نفخة تميت الكائنات ونفخة ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفخة البعث بينهما أربعون أربعون ماذا قد يكون أربعون مليون سنة قد يكون أربعون سنة قد يكون أربعين مليار سنة لا نعلم الله أعلم فأنت ستمكث في عالم البرزخ ربما مليارات سنة لا نعلم حتى تقوم الساعة ثم بعد ذلك ستقف أمام الله خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة ستقف أمام الله يوم القيامة يوم واحد وهو أول يوم من أيام القيامة بل هو يوم واحد لأن الإنسان في الجنة لا تمر عليه أيام الأيام هذه في الدنيا في الجنة هناك شيء اسمه الحيوان أي الحياة الدائمة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي الحياة الدائمة الحقيقية وليس الساعة التي نعيشها في الدنيا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وفي أفضل الحالات قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم هكذا هي الدنيا أيها الأحبة المئة سنة التي ستعيشها أو سبعين أو ثمانين سنة التي ستعيشها أو أي عمر كان الآخرة هي لا نهاية خالدين فيها أبدا إما في جهنم والعياذ بالله أو في جنات النعيم ولكن هناك يوم ستقف فيه خمسين ألف سنة ستقف أخي الحبيب خمسين ألف سنة بالله عليك يعني تعمل من أجل يوم أو بعض يوم هو الدنيا وتترك الخمسين ألف سنة وبعدها الحياة اللانهائية إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو منهج لنا يجب أن نجعله منهجا لنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وهذه الأحاديث يعني هذه الرسالة لمن ينكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث والله أيها الأحبة الشفاء هي علاج لهموم ومشاكل العصر أنت الآن لديك العديد من الهموم ولا تدري كيف تعالجها الكثير من المخاوف هناك أناس نزحوا باتجاه أوروبا ورمى نفسه في البحر ومنهم من غرق على أمل ماذا على أمل الحياة المطمئنة ولن يجدها طبعا لن تجد الحياة المطمئنة إلا مع الله عز وجل إلا إذا تقربت من الله إلا إذا كان همك الأكبر هو لقاء الله عز وجل لذلك الله عز وجل عندما يقول لنا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم هذه الآية هي علاج أيها الأحبة أنت عندما تخاف كثيرا من الكوارث والمشاكل وتخاف من الفقر تخاف من الأمراض تخاف من الأوبئة تخاف من المجهول كل هذا الشيطان هو الذي يعني يغرسه في دماغك إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين فتجديد الإيمان قضية مهمة جدا تجديد الإيمان من خلال تدبر القرآن من خلال تدبر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تجديد الإيمان من خلال التفكر في خلق الله كيف يزداد الإنسان إيمانا يعني أنظروا أيها الأحبة إلى معركة الأحزاب حيث كف الله يد الكافرين والمنافقين عن النبي عليه الصلاة والسلام وكفاهم القتال والله وعدهم بالنصر قبل ذلك لما رأوا هذا النصر أمامهم قالوا هذا طبعا المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إذن لماذا زاد إيمانهم لأنهم رأوا معجزة الله تتحقق أمامهم وأنت أخي الحبيب عندما تتفكر في هذا الكون وتتفكر في إعجاز الخالق وتتفكر في خلق السماوات والأرض وترى أن القرآن أخبرك عن بداية خلق الكون وعن توسع الكون ونهاية الكون يوم نطوي السماء وأخبرك عن الغيوم والمطر وآلية نزول المطر والبرد والبرق وأخبرك عن الكائنات أمم أمثالكم ومئات الحقائق العلمية تجدها في القرآن العظيم عندما تتعمق في هذه الحقائق وتتفكر في خلق الله هذا أيضا علاج لنا يعني يمكن أن أسميه العلاج بالتفكر في مخلوقات الله يعني أنت إذا جلست على الإنترنت وبدأت تقلب هذه الفيديوهات هذا يخوفك من الغلاء والآخر يخوفك من البلاء وكلها من عمل الشيطان على فكرة إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه المؤمن لا يخاف أيها الأحبة المؤمن الذي تعرف إلى الله سوف ينعم بالحياة السعيدة المطمئنة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لذلك أنت عندما تقلب هذه الفيديوهات وتنتابك نوبات من الخوف والقلق العلاج بسيط جدا أترك مشاهدة هذه المخاوف وهذا القلق وشاهد آيات الله في الكون آيات الله في المخلوقات آيات الله في الطبيعة آيات الله في الأرض والجبال سوف تسمو بروحك للأعلى وسوف تنسى هذه الهموم والمشاكل وتشعر بالقرب من الله لأن النبي كان يتفكر أيها الأحبة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كان يتلو هذه الآية ويقول ينظر إلى السماء في الليل ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عندما تتذكر عذاب النار وأهوال النار تهون عليك مصائب الدنيا تهون عليك هذه المخاوف لذلك أيها الأحبة كلما انغمست بالدنيا أكثر كلما خفت أكثر وكلما ابتعدت عن الدنيا وهمومها ومشاكلها واقتربت من الله تشعر بالسعادة وهذا كان حال حبيبنا عليه الصلاة والسلام النبي كان أكثر الناس اطمئنانا لماذا؟ لأنه كان دائما الذكر دائما التذكر للموت أكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت كان دائما التذكر للقاء الله عز وجل كان يعمل من أجل الآخر وليس من أجل الدنيا كان همه كيف يلقى الله كان همه كيف يدعو إلى الله ويهدي الناس لذلك ليكن همك الدعوة إلى الله الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أخيرا أخي الحبيب ألخص هذا اللقاء إذا أردت أن تقضي على هموم ومشاكل الدنيا عليك بالتوكل على الله والصبر والعمل الصالح والاستعداد لما بعد الموت والاستعداد للقاء الله وتفكر هذا الكون وآيات الله فتنسى هذه الهموم بإذن الله وأن تعلم أنه لن يضرك ولن ينفعك إلا الله عز وجل وأختم بهذه الآية الكريمة أرجو أن ندونها ونتذكرها دائما وأن تكون منهجا لنا في حياتنا الله تبارك وتعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين أصابهم الله برحمته إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق